أكيد رجعنا معكم من بعد الفاصل واستمتعنا في التقرير فجر وموضوع الأطفال والتربية والمعاناة اللي راح نعيشها إن شاء الله سبوع الياي لكن بالطريقة الصح اليوم نسولف عن طريقة التربية الصحيحة وشون الواحد يمتلك أيضا الطاقة الحلوة مع تربيته مع عياله يمكن دائما نطبق اللي ربينا عليه على عيالنا نقول إحنا ربينا على تشذيه وإحنا أجدادنا علمونا هذا النوع من التربية وشون الواحد أيضا يمارس هذه العادات القديمة مع جيل متطور راح نتعرف على الأخطاء الشائعة بالتربية وشون الواحد يعلم عياله الصح مع الأستاذة عايشة خالد العياف مستشار مرحلة الطفولة حياة شاء الله وصباح الخير حافبتي صباح الورد الله يحيي تشرفت فيكم طبعا أستاذة عايشة يعني نورتنا في الستيديو وودنا نعرف منك هل في طريقة تعتبر طريقة هي صحيحة وطريقة خاطئة يعني كل الخطأ في موضوع التربية ولا كل الطرق اللي يعتمدها أولياء الأمور تعتبر مناسبة لهذه العائلة بالطبع هي أساليب التربية متنوعة ومختلفة ما نقدر نقول شنو هو الصح شنو هو الغلط لكن خلينا نقول الأكثر شيوعا بالخطأ وهو أساليب التربية اللي معتمدة على المقارنة أن شفت فلان أشطر منك شفت فلان أحسن منك هذه المقارنة تعطي نوع من زعزعة الأمان داخل الطفل زعزعة الثقة بنفسها فتخليه غير قابل للتقدم من أكثر أساليب التربية الخاطئة شيوعا أننا نعرض غير اللي نقول شلون يعني؟ يعني التذبذب في التربية أن أنا أقول له مثلا حبيبي طريقة التعامل بالصوت العالي غير لائقة لكن بالمقابل أنا كلمة أكلمة أصرخ عليه فأنا شنو قاعد أسوي هي ترى أفضل أنواع التربية هو التربية بالقدوة أن أنت تعرض للي تبي طبقه فأنت لما تقول شيء يعني أن تأتي بما لا تقول وتقول ما لا تفعل فأنت شنو قاعد تسوي قاعد تخلي الطفل يعيش بحالة يعني توتر وزعزع أن هذا الصح اللي يقوله ولا الصح اللي هو يسوي فأغلب أساليب التربية أن نحن نفس ما تفضلت قبل شوي تقول أن نحن ربينا على شيء ونبير ربي عيالنا نحن نقول لا خلقوا لزمان غير زمانكم فإحنا يمكن بداية التربية تعلمنا بالمحاولة والخطأ مع عيالنا بعدين بدأنا نعرف شنو اللي يناسب شنو اللي ما يناسب النصيحة اللي نقولها اليوم قبل لا تقرر تصير ولي أمر تعلم شنو أساليب التربية الصحيحة بالاطلاع بالدراسة قبل لا تبدأ تصير ولي أمر أكيد ذكرت نقطة أنا ذكرت يمكن اليوم بالمقدمة أنه بربع عيالي على اللي أنا ربيت عليه ممكن ناخذ الأشياء الزينة يعني ممكن ناخذ موضوع التربية الزوارة احترام الألم احترام الخال يعني إحنا قبل ربينا على أن أنا ذوي مو موجود أستأذم من عمي إذا بطلع أستأذم من خالي هذه الروح الحلوة وتربية الحلوة والاحترام يمكن ممكن ناخذ هذه الأمور ونطبقها على عيالنا نقول إذا خذينا شيء من جيل لجيل يمكن أيضا في هذه الفترة عندنا جيل مدلل أو محمي أو عندهم دلال زايد ودلال زايد هل أتي معا أن ولي الأمر يعني يدلع عياله ويحس أن هذا الشيء حماية لأنه أي شيء يبي يأخذ مني لما يشوف شيء بره ما يروح له أو ما يحس أنه هو ناقصة شيء صحيح يعني شوفي هو شوي في اختلاف بين الدلال وبين الحماية هو كل الأمور اللي في الحياة كل التواصل مع طفل أو كبير التطرف غير مرغوب يعني أنت كل شيء زايد وهو مو زين لكن الحماية على شكل خاص أنا أقول لك الحماية الزائدة ممكن أنا إذا بشبهها بالنسبة للطفل هي قيودة قيدة يعني إذا الطفل من باب الحماية أن أمة وكلة أن العاملة في البيت تلبسه أن أبوي يحمي من الأخطار الخارجية أن أخوي يشيل جنطته وهو رايح المدرسة فأصبح إحنا قاعدين نحط له إحنا نعتقد أن هذا المحيط هو محيط حماية للطفل لكن واقعيا هو قيودة قيدة الطفل ما تسمح له يأدي أبسط وظائف الفسيولوجية في الحياة ما تسمح له يستشعر وجوده ككائن حي بالدنيا وهو يعتقد أنه هو جزء من هذه الأسرة جزء من هذه المنظومة التي تحميه دائما وما تسمح لنا يغلط ويتعلم من أخطاءه فكل شيء زايد هو سيء أنا لما أبي أحمي ولدي إذا أنا أبي أقول الحماية الإيجابية فأنا مثلا وهو بيبي أنا وكلة صح مجرد ما يقدر يقعد ويمسك القفشة أنا أعلم الطريقة التي يأكل فيها فأنا أحمي بالتعلم أقعد وخلي أكل طبعا راح يدمر راح أعلم أن أقرب إيدك لما يبياكل شيء ساخن راح أعلم أن أنا أحمي من سخونة الأكل أعلم أنه لازم يبرد لكن ما أحمي أني أوكلة إذن الحماية الزائدة معناها استبدال الأدوار كل شيء يقدر يسوي أنا سوي بداله هذا شنو راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه طفل أناني اتكالي غير قادر على خدمة نفسه حتى فعلا بالضبط هذا بالنسبة للحماية الزائدة والأهالي اللي خنقول دايما حابين يدارون عيالهم يستبدلون الأدوار ويستبدلون المدارع المبالغ فيها أكيد ويبالغون مثل ما قلتي استاذا صح كلام المبالغة دايما تنعكس بشكل خنقول عكسي على الطفل وحتى المراهقين لكن مع هذه النقطة ودي أعرف منك يعني هل فيه أسلوب صحيح في مسألة الثواب والعقاب ولا هم ممكن في بعض الأحيان ولي الأمر أو الأم تبالغ في مسألة الثواب والعقاب فهي شوفي المبالغة في كل شيء احنا اتفقنا أن المبالغة بكل شيء مو مطلوبة أكيد الثواب والعقاب أكيد هذا شيء موجود وشيء يعني نحتاج أن يكون موجود بحياتنا وبتربية عيالنا لأن من أمين العقوبة أساء الأدب والله سبحانه وتعالى شنو قال قال من يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يرى شنو معناته معناته الثواب والعقاب مطلوب لضبط السلوك الإنساني بشكل عام بالدنيا فما بالك بطفل لا زال ما عنده خبرات ما عنده تجربة إذن أنا أحتاج الثواب والعقاب ولكن بدون المبالغة والتطرف يعني أنا إذا أسمع أن بعض أولياء الأمور تقولك أنا لما عاقبة أحرمه من المصروف أنا لما عاقبة أحرمه من وقت اللعب لحظة خلينا نركز العقاب اللي يعتمد على الحرمان بالحاجات الأساسية رح يدخلك بمتاهات ثانية إذا يعني أنا أذكر بمرة من الاستشارات وليت أمر تقول أنا ما نفاهمه ولدي صار يبوق بالزوارة فقالت لها شنو معنى السرقة أو اللي أنت تكلمين عنها فقالت أن كل ما يصير أن الأطفال يشترون عندهم بروسيجر لزوارة في نهاية اليوم أن يطلبون وجبات من برة العقاب اللي كانت معاقبة ولدها فيه أن تجبرة يطلب وجبة أطفال كد زميل وهو يبيل وجبة العادية والكل يطلب وجبة عادية وهو أطفال لأنه معاقب فبالتالي شنو ترتب عليه أنه رد الفعل اللي عنده أصبح عنف على هذول الأطفال جسدي لفظي يأخذ من أغراضهم ليش؟ لأنه ما يقدر يردع الأم يعاقبها لكن هو يقدر على الأقران اللي بعمره فشوف شلون ادخلت بمتاهة ثانية عشان شذي نقول السواب والعقاب مطلوب ولكن الاتزان مطلوب أكثر أن أنا أعرف العقاب أعاقب بالأشياء أولا في محيطي واتحت حمايتي أنا معاقب وهو برا عند ناس ثانين أنا ما أدري شلون يتعاملون معه مثلا إذا بعاقب أقل الفري تايم مثلا إذا بعاقب أقل المدة اللعب لكن ما أعاقب بالحرمان من أي حاجات أساسية وخصوصا إذا كان فيها تواصل اجتماعي خارجي ذكرتي كل شيء زايد وكل شيء يعني خنقول إذا زاد عن حده ينقل ضده فعلا يمكن حتى خنتكلم عن الأمهات يعني في أمهات أو بعض الأمهات تكون دائما من شغلة بالنوام طبيعة شغلها مثلا مع عصر السرعة اللي نحن فيه بالضبط فيعني أنا ما بيأخذ جانب سلبي خنقول جانب إيجابي مثلا طبيعة شغلها تحدها أنه مثلا أنه يكون وقتها برا البيت أكثر لكن تعوض عيالها أنه دائما تدخل عليهم البيت بيدها شيء هدية ككاو يعني تحسين حتى الياهال ينطرون رجعتها على أساس الشيء اللي هي يبيتها معاها هل تحسين هالشيء يعوض قياب خنقول الأم في هذه الفترة أن الأقل يستقبلونها عيالها في هذه الطاقة يعني أنا صراحة ما أيد ولكن خلينا نفسرها شوي أولا غياب الأم حد يعوضها ولكن أي غياب غياب وجودها الحقيقي في أمهات موجودة في البيت ما تداوم أساسا ولكنها مو موجودة إذن هو مو كل موجود قريب لكن كل قريب موجود شلون يعني أنت غايبة بالدوام وحكم شغلت يعني هي مو غايبة أنها مثلا ما تبي عيالها خلال وقت الدوام ما يمنع الاتصال أني أطمن عليهم يسمعون صوتي في مجال بوقت دوامي أني أطلع دقيقة فيديو كول أني يشوفني ونضحك وهاي وكذا نوع من الأكشن بالعلاقة حلو غير شيء أرتب وقته خلال غيابي ما خلي قعدة الطفل بالبيت فوضوية أنه طول اليوم حايص ما يدري شي سوي ثالث شيء تعويض وجود الأم بالمادة يخليك تعيشين مع ولدك التربية المشروطة أسوي لك وعطيني أعطيك وعطيني قولي لي وقولك سوي لي وسوي لك فهنا نربط الأشياء اللي نحبها بالأشياء المادية فهذا ما يكون شيء مفضل الأفضل أن أنا أعوض غيابي بوجود حقيقي بدل ما يستقبلني سعيد عشان الهدية يستقبلني سعيد لأنه مشتاق لي يستقبلني سعيد لأنه ناطر وقت اللعب الصج اللي راح نلعبه طبعا أنا أرد من الدوام ويتعبانا فما يمنع أن أنا أتعلم أني شلون أفصل مشاعري عن واقعي لما أدخل البيت شفتوا أنتوا لما تروحين الدوام يقول لك لا تيبين مشاكل بيتك وياتش أنت بعد لما تردين البيت لا تيبين ضغط الدوام وياتش فأنا لما أدخل البيت أدخل مبتسمة حبيبي حياتي وألمة الملامسة الجسدية جزء كبير من تقوية العلاقة بيننا وبين الأطفال الملامسة الجسدية تعبر عن نقل المشاعر أنه مثلا أول ما أدش لما أقول لحبيبي وأطبطب على ظهره ملحظني وانا ما علي خلق أداء الواجب لا ليش لأن الطفل هو الكائن الحي الوحيد اللي ما تقدرين يتمثلين عليه مشاعرك لازم تعبرين عن حبك بشكل حقيقي الاحتضان التقبيل الملامسة الجسدية اللي لما أقعد أقول له لا تعال تعال لا تقعد بعيد أنا اليوم ما شفتك تعال تعال باور تشارجينج يلا لنبعض عشان نعبي حب حق بعض تخلينا يحس أنه من صج أنت فقدتي مع الوقت رح يتعلم أنه هو أيضا يفقدت لما نبنص الدوام الدكين ماما أنا مش غولة دقيقة بس أبي أسمع صوتك أبي أطمن عليك يلا باي بس هذه الدقيقة ما رح تأخذ من وقتك وايد لكن رح تعبر له عن الحب بكم كبير وقتك بالبيت وقت الراحة مثلا أول ما تين قعدت وتغديت وقعدت مع بعض شوية ماما أنا أبي أنام نص ساعة عادي تيت قعد يمي دقيقة بس أمسك إيدي قبل أنا من اللي ما باس ماما ماما بسرعة تبيت نام من اللي ما باسها قبل النوم نص ساعة وأقوم أول ما أقوم أخذت أنا قصة من راحة وعطيتها شوية حب قبل بعدين نقعد نلعب نقعد نسولف نطبخ مع بعض نرتب الكبت مع بعض الأعمال المشتركة التعاونية بحب أهي اللي تخلي تعويض وقتك مع الطفل يعني غيابك ما يتعوض بهدية غيابك يتعوض بوجود حقيقي معه يترك أثر ويخليك تعارفين شنو الأشياء اللي طافتك بالبيت شنو صار له شنو من خلال شنو تخلين تقرير كامل بس ها ما تسئلينه وتستجوبينه عشان لا يتعلم نقل المعلومات من مكان لمكان من خلال اللعب من خلال السوالف من خلال البطل اللي يفتر يوقف على منه يسأل الثاني أو يسألني أنا أسئلة بشكل لعبة لكن ما أستجوبه شنو صار تقرير قبل وأنا موجودة أكيد هذه الخطوات الصغيرة والأشياء الصغيرة لها معاني ويد عند الأبناء وأيضا عند الأم وممكن في بعض الحالات الأم تلقى روحة مو عارفة تطلع من الشيء السلبي يعني إذا متعودة مثل ما قلت إستاذة عايشة أن تيب الهدية تيب اللعبة أي إن كان الطريقة التي تتواصل فيها مع أبنائها وعارفة أن هذا الشيء مو بصالحها فما تعرف شون تطلع منها في كثير من الأمهات يحبون يطورون من نفسهم ويحبون ينظمون وقتهم لكن ما يعرفون شون يبدون يا ريت من خلال خبرتك تعطينا بعض التبس أو بعض الأشياء التي تقدر الأم تطبقها من غير ما تحس أنها تتوتر روحها أيضا لأن إذا توترت البيت كله يتوترها أكيد لأن الأم عمود البيت أكيد نتفق أساسا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ما في أحد ولد يعرف كل شيء فهو مو مشكلة أن أنا يكون عندي شيء ما عارفه المشكلة أني عندي شيء ما عارفه وما أدور لحل هنا تصبح عندي مشكلة يعني إحنا لما نقول حق الدوام على أساس أنها تتميز بدوامها وتبدع وتثبت وجودها شنو راح تسوي راح تروح تاخد دورات راح تروح تقرأ كتب راح تسأل ذوي الخبرة راح تتعلم شلون تثبت نفسها بهالمكان نفس الشيء بالضبط بالنسبة للبيت ليش أنا قبل شوي لما قلت لكم أننا لما ننقل من جيل لجيل لازم أفكر وأتعلم مو لما أي بعيالي وأجرب فيهم قبل أن أقرر أكون أم أتعلم في كثير مصادر تعلم موثوقة يعني إحنا لو بنشوف في السوشيال ميديا ترى مليان ناس ألحين وأتشوف الصراحة من بعد كورونا الكل أصبح بالمجان فمحد لا عذر أنه هو ما يتعلم ولكن مو كل واحد يتكلم أنا أتبعه وأخذ منا نصيحة حق عيالي ليش؟ لأن أنت قاعدة تنشئين إنسان قاعدة تكونين كيان كائن حي كامل رح يعيش عليه كله وبفترة الطفولة هي تتكون شخصيته فلا تأخذين المعلومة من أي حد حاولي تكون معلومتك من مصادر موثوقة تابعي مدة تعرفي على هذا الشخص حسيته إنه وثقة هنا أبدأ أستقي من المعلومة أخذ منه استشارة أسئلة أبدأ أقرأ في الكتب وهم بعد لما نقول الكتب الكتب فيها معلومات وايد حلوة بس في وايد كتب مبالغ فيها أصبح الآن كثرت الكتب وقل الكتاب الحقيقيين فأنتي لازم يكون عندك انتقائية شنو تقرين ومن وين تتعلمين ما في باس إنك تاخذين بعض الدورات في دورات بسيطة بيوم ويومين وبعدين يعطيك مجال إنه أنت يتابعين معاه فبالتالي أنت يصبح التعلم عندك ممتد هذه شغلات وايد بسيطة وبعدين هم لو بنقول ما عندها وقت حق هذا كله بالمحاولة والخطأ راح تشوفين بس دير بالتش تطولين المحاولة والخطأ وأنتي قاعد تعلمين معاك طفل لأنك مقاعد تعلمين بروحك فبإذن الله هي خطوات بسيطة أن أنا بس أتعلم بالبداية فصل مشاعري عن أهدافي يعني أنا يمكن لو بقولها بصيغة يمكن نقول التواصل بالذكاء الوجداني مع الذات أولا أنا شلون أفهم نفسي أفهم احتياجاتي أرتب شنو أهدافي وشنو مشاعري وبعدين أبدأ أحط الأهم بعدين المهم أبي دوامي أبي عيالي أبي نفسي أن النفسك عليك حق أنت لازم تكونين كائن سعيد مرتاح عشان تسعديد اللي حوالي كل اللي حوالي أكيد طبعا نحن عندنا الدقيقة الأخيرة لكن أنا عندي سؤال بسيط يمكن طول وقت الحلقة قاعد نتكلم عن الأم 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 لكن أيضا الأب ولا دور كبير فيه هنقول حتى توازن البيت وحتى يمكن الأطفال اللي أبوهم وصل البيت وضعه يختلف موضوع المزاج يمكن حتى من شوي ذكرتي تفاصيل على الطفل وأمه أن قبل الله أنا بمسك إيدك أول ما أوصل تعالي قاعدين لا تقاعد بعيد دائما الأبو لما يشوف هذه الأمور بالبيت يقول إي إي دلعي الخراب منك يعني دائما نسمع هذه الكلمات أن الدلع المبالق يعني أهم خنشوف نقول الريال بطبيعتها شوي جد يعني وايد عند موضوع الجد فيشوف هذه التفاصيل أنه أنت اللي مدلعتها أنت اللي مخربتها قلت تكلم عن هذه النقطة بشكل سريع قبل لا نختم هذه النقطة يعني إحنا نفس ما قلنا أن الأمتة بتتعلم حتى الأبوية بتتعلم ليش؟ لأنه أهم كيان واحد كأسرة أساسا أساسا ما يصير كل واحد يمشي بخط هذا خلونا نكون صريحين فيه ما يصير الأمتة مشي بخط والأبوية مشي بخط لأنه راح يكون في حمل كبير على واحد منهم ليش؟ لأنه اللي راح يمشي بخط أقرب للعيال راح يكون عليه حمل كبير للشخص الآخر فلابد يكون هناك تفاهم هناك تكامل بالتربية علشان ينشأ عندنا طفل سليم ليش؟ لأنه لما تشوفين الأم بخط والأبو بخط ترى هذا أصبح مزاج أن هذا مزاجة أنه شايف تشيدي صح وهذا مزاجة أنه شايف تشيدي غلط فالتذبذب والتعامل مع الطفل بهذه المزاجية الإزدواجية تنشأ عندنا طفل مذبذب أساسا ما عنده أمان ليش؟ لأنه مفاهم أنه الحين أداة تفريغ حق غضبهم ورضاهم ولا هو أداة إرضاء أن من اللي فيهم راح يكون راضي ولا أنه هو الحين كائن تابع لهم أثنينهم يستخدمون لإرضاء نفسهم فأنا متى ما أبي شيء من أمي أرضيها ومتى ما أبي شيء من أبوي أرضي فبالتالي الأم والأبو لازم يكونون متفقين الأم والأبو لازم يكونون محددين على أي أساس يبي ربون عيالهم عشان يكون عندهم كائن حي ثالث عندهم بالبيت متزن فعاليا وثابت سلوكيا وهو يعني خلينا نقول مواطن جيد يطلعون لنا حق الدنيا أكيد آمين يا رب جدا جميل يعني هذه النقطة اللي اختمت فيها الأستاذة عايشة صراحة ودي أتعمق فيها وأبحث فيها شكل أكبر وأكثر لأن نشوف هذا نوع من الواقع فعلا والخلافات تكون يعني بين أولياء الأمور والشخص المتضرر دائما منها هو الطفل فيعني أكيد لنا لقاءات ثانية معاتي الأستاذة عايشة شكرين تواجهت معنا طبعا نشكر ضيفتنا لأستاذة عايشة خالد الأياف مستشار مرحلة الطفولة على هذا الحوار الثري والشيق فاطمة أول لقاءاتنا لليوم لقاء دسم أكيد لكن حلو وفيه معلومة وفايدة بما أنه إن شاء الله سبوع اليوم مقبلين على فترة دراسة يعني حاولوا تتقربوا من عيالكم فعلا نحن في فترة عطلة ويمكن الكلمة تشتت لكن التواصل مهم والقرب أهم فاصل وراجعي معكم شكرا للمشاهدة